لو الحياة مسرح، مسرحية أستاذ إبراهيم عيسى، اسمها إيه؟ الدنيا لما تضحك، مسرحية إسماعيل ياسين لطيفة جداً ومعبرة إن الدنيا لما بتضحك بتضحك ولما بتضغم بتضغم وجيب أخرها يعني، أكتب إيه السمة الغلبة على روايتك؟ التأمل، محاولة التأمل، التفسير، الإراية من وجهة نظر مختلفة، الاختلاف، ده يمكن الحاجة الأهمة في روايتي يعني أو ما أعتقد ذلك أو أظن، لأن الإنسان قد يظن في نفسه ما ليس فيه التراجدي والعبس، ما كانوا قد إيه؟ التراجدي واحد مساحة كبيرة، العبث موجود ولا شك، بس التراجدي قد أشارك في صنعه، أما العبث فهو مصنوع خلقه بتنسى الحاجات بالضحك؟ طبعاً ما نسى الحاجات بالضحك، وكان فيه جملة رائعة جداً، ودي ألن، الفنان الأمريكي الأشهر طبعاً، المخرج والمؤلف الممثل فبيقول ننزع الضحكة من فم الأيام السود، فأتصور إنه دي حاجة، وكمان رغم إنه إليها فنان أمريكي، لكن رأي إنها خاصية مصرية صميمة وحميمة أحنا بنتحك في الجنازة، أحنا بنتحك في العزة، أنت جاي تعزي، أنا جاي تهرج في الأغلب وجاي عزي، بس لا مانع من التهريج للتخفيف على العزاء يعني أنا عمري ما شفت أظن أتصور مجتمع، وهو يعني قاعدين بعد ما يدفنوا صديقهم أو قريبهم، فيبقى كل حوارهم حوالين طرائف هذا الميت واللي عملوا فاكر لما هي الله يخرب عقله لما حصل إيه ويقعد استنطاق ليه تجارب الضحك في حياته ويهي المواقف اللي عملها وخلت الناس كلها تضحك ويقعدوا في اللحظة دي بدي أضحك ونأكل فأعتقد إن إحنا أصد شعب قدر على إنه يواجه أي شيء بالضحك السخرية التهاكم لأنها تاريخ بيقول يعني إنه حمول شعب حمول